قبل شهر عن إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن البلد الذي سيحتضن كاسع إفريقيا 2017 جاءت الزيارة التفقدية لوزير الرياضة السيد محمد تهمي للملاعب الموجودة تحت التشييد والمعنية بشكل مباشر بملف ترشح الجزائر لاحتضان الكان القادمة في شكلة ملعبي خمسة جولية وملعب براقي أو بصورة غير مباشرة من نسبة لملعب تزيوزو والذي قد يخلفه لحد كبير ملعب الدولة المتأخر بصورة كبيرة عن مواعيد إنجازها وهو ما أشار إليه الوزير في زيارته للملعب الجديد ببلدية بوخالفة هو في الأول ما هو معني ولكن احتمال يقدر يكون معني ولكن الهدف هو فيما يخص كل الملعب وما هي شمور طبطة بالمنافسة الدولية لابد نكثر من الوثيرة لابد نجهز الملعب في أقرب وقت لأننا نحن بحاجة لهذا الملعب ليعطي دفع كبير خصوصا لكرة القدم حتى وإن أكد الوزير أن زيارته التفاقدية للملعب الجديدة لا علاقة لها بأي ضمانات تلقتها الجزائر بخصوص إحضائها شرف احتضان العرس الإفريقي في طبعته القادمة وإنما هي مساعد لتضافر الجهود لإكمال هذه المشاريع التي ستقدم دفعة كبيرة لكرة القدم الجزائرية قبل تقديمها لنظيرتها الإفريقية إلا أن هذه الجهود التي تبدلها وزارة الرياضة وإن دلت على بحثها عن القضاء على مشاكل الملعب في الجزائر أكدت أيضا على حرس الوزارة الوصية على الرياضة في التسارع لإكمال مشاريع الملعب التي تجعل من ملف ترشح الجزائر لاستقبال الكرة الإفريقية سنتين بعد الآن بلفا ثقيلا لا يمكن لهيئة عيسى حايتو تجاوزه خاصة وأن ملعب وهرانتزيوز خمسة جوليا وبراقي بالعاصمة ستكون في حلة عالمية فضلا عن ملعب مصطفى تشاكر الشاهد على إنجازات المنتخب الوطني والذي يعتبر واحدا من أحسن الملعب في البلاد فهل سيكون هذا الميدان ضمن القائمة إذا أعطيت الجزائر يشرف احتضان كأس إفريقيا في طبعتها الواحدة والثلاثين